بعد ما تم إلغاء مباراة الأهلي والزمالك اللي كان مقرر إقامتها مساء اليوم ضمن مباراة الدوري المصري حصل حاجة هتقول لي إيه الحاجة؟ مخلص المباراة تلغت ماشي كابتن وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري استحق طاكم تحكيم المباراة طاكم التحكيم الأسباني بجولة سياحية في شوارع الكهرة ده الخبر اللي تم نقله عبر المركز الإعلامي للاتحاد المصري للكرة القدم هتقول لي الصور يا شباب لو سمحتم يلا هاجيبوا لي طيب هاجيبوا لي الصور يلا هتقول لي هنا عشان عايزة شوفها عايزة اتنور كده ماشي طاكم التحكيم الأسباني ومعهم كابتن وليد العطار والابتسامات وكل حاجة حلوة وكل حاجة لذيذة تمام سيلي بقى الصورة دي وخليك معايا واتني يعني الصورة دي عايزة الصورة تباني ماشي اهي الصورة بانت الصورة دي يا جماعة مستخزة واتدايق واتنرفز واتزعل ولازم بقى نقط كده هادين عشان الصورة دي عدت كده منور الكرام والناس يقولك ايه يا بخت الحكام ما لعبوشه وانجومة فسحه يا مش عارف يا كابتن وليد قاعد بيتغدى معاوه بتعاش معاوه مش بانتقد الكابتن عادي يعني والراجل برضو بيضايف الناس الديوف اللي عندنا في مصر انا بس واقف عند حاجة واحدة بس يا جماعة الناس الحلوة اللي قاعدة دي تكلفة حضورهم للقاهرة خمسين الف دولار خمسين الف دولار يعني ما يزيد عن اتنين مليون جنيه وبيدفع بالعملة الصعبة طبعا خمسين مليون دولار مين بقى اللي هيشيل المشاريب هتقول لي ما وكيه كان الاهل هو اللي دفعهم هي قصة مش مين اللي دفعهم وليه اللي دفعهم عشان يلعب المباراة ما دفعهمش كده برضو كان بيرميهم عالارض ودفعهم عشان يجوا يديروا مباراة كبيرة بين الاهل والزبالك هتقول لي ما وزمالك اللي غلطان هقولك ما وزمالك ما جابش الحكام من الاجانب هتقول لي ما الربط اللي غلطان هقولك الربط ما جابتههمش هتقول لي الاتحاد اللي غلطان الاتحاد كان عبد المأمور بياخد من النادي وبيجيب